فيما الآن البيان صدر والبيان وصفة كما تقول أنه بيان جريء لكن ماذا لو فصال المقاومة قالت أنه هذا حق الشرعي والإنساني وهذا جزء من غضب موجود ما الذي ممكن أن يفعله السيد السوداني؟ هل سيقوم باعتقال هؤلاء؟ هل سيقوم بممارسة حقه في الدفاع عن القرار والبيانة الذي قال به؟ كيف سيتصرف؟ أستاذ نجم علينا أن نقرأ المعطيات بقراءة دقيقة استدراج العراق إلى ساحة الصراع في هذا التوقيت في غير مصلحته بشكل كبير جدا وهذه القضية يجب إفهامها إلى الفصائل التي تمارس هذا النشاط لأنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار إعادة الانتشار الأمريكي في المنطقة وبالمناسبة اليوم في جزيرة تكريت التابعة إلى اليونان هناك تحشيد غير مسبوق لقدرات قتالية على مستوى الطيران بأنواعه وبحيث اكتظت الجزيرة بقدرات قتالية هل من المعقول أن هذه الإيحاءات هي فقط تتعلق بالرقعة الجغرافية مورد الصدام بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة أم أن هناك إشارات ضمنية لعموم المنطقة وأنا في تقديري بعد نشر صواريخ الثاد قبل تقريبا 48 ساعة وهي صواريخ متقدمة على الباتريوت وتعالج الصواريخ البلسطية المتوسطة ذات الرؤوس النووية والتي تشاغل الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارج الغلاف الجوي هي يعقل أن هذه القضية تمنى شرها لقضية غزة وإنما هي إشارة ضمن إلى إيران طيب إيران إلى الآن لم تتبنى خيار الحرب طيب هذا المحوار خضلا عن أنها تمتلك فيلقا يسمى فيلق القدس إلى الآن لم يمارس أي نشاط القتالي أو يتحرك بأي فعالية حتى على مستوى ما يطلق عليه بالتلاسل الناري الذي يجري الآن بين حزب الله وبين إسرائيل بين الفيلة والأخرى طيب فإذن نحن أمام قرار نحتاج فيه أن نقرأ المعطيات قراءة دقيقة حتى لا نكون في وضع حرج قد يدفع الولايات المتحدة إلى عمرهم الأمر الأول في استهداف الفصائل وهي منظورة لها مقرات قيادات منظورة والثاني هي أن تكون الحكومة في حالة العجز عن استخدام الموارد الوطنية بشقيها الأمني والعسكري عن إسكات مثل هكذا تهديد وآن ذاك الإخلال بالدوري الوظيفة تلتفي الحاجة لوجود الحكومة ولربما تتحرك الولايات المتحدة حتى باتجاه ساحب الشرعية لحكومة السيد السودالي طيب فالاستحقاقات كبيرة نأمل أن تفهم من قبل الفصائل حتى لا ندخل فيه مأزق يضيف أن تعدد في جبهات إدارة الأزمة طيب أنا أشكرك ترجمة نانسي قنقر